في فقرة تكنولوجيا اليوم نرحب بك نيلة الصليبة أهلاً أهلاً طارق أهلاً الحمد لله حصلنا زمين ما طلعنا على البردات عندكم دائماً منشتغلك الجو بارد شوي عندكم الجو بارد شوي شوي هلأ سنحاول يعني رفع درجة الحرارة وربما الموضوع سيرفع درجة الحرارة اقتلنا الحديث اليوم عن العملة التي تثير الكثير من الجدل عملة ليبرا وكان هناك أخبار ظهرت قبل أيام قليلة فيسبوك والشركاء يبدو أنهم يمضون قدماً في هذه الفكرة أو هذه العملة التي ستصبح على أرض الواقع ربما كان المفترض أن تكون في منتصف عام المقبل ولكن مع انسحاب وهنا الخبر هي انسحاب شركاء عمالقة في الدفع الذات كماستر كارد فيزا وبيبال وأيضاً بوكينغ هولدينغ إلى آخر يعني شركات كانت فيسبوك أو إزارات مارك زوكربورج يعتمدها على هذه الشركات لتسهيل عملية الترويج لعملته المشفرة طبعاً هذا الانسحاب يبدو أنه أتى من بعد ضغوطات سياسية من بعض الرجال في السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية لأن عملة الليبرا وأنا تحدثت معكم أكثر من مرة عن عملة الليبرا هي تشكل نوعاً ما خطر على المصارف المركزية وأيضاً على النظام المالي العالمي فحسب هؤلاء هم نواب في المجلس الأمريكي في البرلمان الأمريكي عندما قالوا أن لم تقدم شركة فيسبوك خطة واضحة لكي تثبت أن عملة الليبرا هذه أو العملة المشفرة هذه لن تؤثر مثلاً على النظام المالي العالمي أو على التلاعب بأسعار العملات التي ستتعامل فيها يعني ستتعامل مع الدولار مع اليورو مع اليان إلى آخره يعني هل فيسبوك سيؤثر على أسعار هذه العملات عندما ستكون موازية لعملة الليبرا ومن ناحية ثانية يقولون أن عملية شراء وبايع هذه العملة ليست واضحة وأنها ستؤثر على المستهلك العادي الذي لا يعرف كيفية التعامل مع هذه العملة وهي اليوم يعني تعميم المخاطر المالية على المستخدم أو المستهلك العادي التي هي اليوم مخاطر تتحملها الشركات والذين يستثمرون يعني المستثمر المهني شغلتوا الاستثمار شكراً نيلا يعني بهذا الحكي وضحتي لي أنه يعني أنا لست الوحيد اللي مش فاهم عملة الليبرا لست الوحيداً طبعاً لكل العالم لا تفهم يعني العملة المشفرة اليوم من أين خرجت هذه العملة؟ العملة المشفرة اليوم هي يعني إذا أردت مختصة لبعض الأشخاص الذين يعرفون كافية استخدام مثلاً البيتكوين الاثيريوم صحيح إلى آخره هناك أكثر من يعني كما تحدثت هناك أكثر من 55 عملة رقمية في العالم وتقنية وهي عملة لا مركزية بينما الليبرا من خلال الرابطة الليبرا ستكون شبه عملة مركزية يعني هل هذه رابطة الليبرا؟ هنا السؤال هل رابطة الليبرا ستكون شركة دفع أم مصرف؟ وحتى هنا لم نعرف ما هو فعلاً الواقع ونعرف أن الولايات المتحدة قريباً سيكون هناك مواجهة ليست مواجهة ولنما استجواب لمارك زوكربورك في فرنسا وزير الاقتصاد برينو لومير ووزير المالية قال أنا أرفض التعامل أو أن يكون مركز هذه العملة في أوروبا على أراضي الأوروبية ولكن المركز هو في جونيف وأطلقت رسمياً لماذا تم انسحاب هذه الشركات؟ لأن الاطلاق رسمياً كان في يوم الاثنين يوم الاثنين كان اطلاق الرابطة الليبرا التي مع شركة فيسبوك وشركة كاليبرا ومؤسسة كاليبرا تابعة لشركة فيسبوك لإطلاق هذه الشراكة إذا أردت وإطلاق عملة الليبرا فيما بعد ما هي ميزات هذه العملة نيلة؟ لماذا اخترعوا عملة جديدة تدعى الليبرا؟ هل نحن مقبلون؟ ليست عملة جديدة هي ليست عملة جديدة ولكن من هو خلف هذه العملة مخيف يعني هو العملاق فيسبوك المشكلة الأساسية هي أن ما هو الهدف من وراء هذه العملة من نسبة لي فيسبوك أو لمارك زوكربورغ شركة فيسبوك تقول أنه لتسهيل عملية تبادل الأموال بين الأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية ويقول أن هناك أكثر من مليار و700 مليون شخص في العالم لا يملكون حسابات مصرفية وأن عملية خلق أو إنشاء أو تطوير بين مزدوجين هذه العملة ستساعد في تبادل الأموال بين هذه الفئة من الأشخاص من خلال وهنا أهمية هذه العملة من خلال خدمات فيسبوك يعني من خلال ماسنجر من خلال واتساب ومن خلال إنستغرام يعني من خلال كبزة زر أنت ستحول مبلغ من المال إلى صديق إلى مجر إلى عائلة إلى آخره وهذا تحديدا ربما ما يثير بعض المخاوف لدى الكثير من الحكومات حول غسل الأموال حول الأموال الغير القانونية إلى آخره يعني هذه من ضمن المحاذير التي يطلبها مثلا الكونغرس الأمريكي من زوكربيرك توضيح هذه الأمور نعرف أنه اليوم أنه تبيض الأموال هناك عندك أموال المخدرات وعندك أيضا أموال الإرهاب فطبعا هذه أسئلة كبيرة يجب على زوكربيرك أن يوضحها طبعا قضية تحويل الأموال هنا كما يعني نعرف أن العملة المشفرة ستعتمد على ما يسمى تقنية البلوكشين أو الكتلة المتسلسلة البلوكشين ما هي مهمة الشركاء الذين سيكون في منظمة أو رابطة ليبرا هؤلاء الشركاء سيكون كل واحد منهم نودز أو نقطة من خلال هالبلوكشين أو هالكتلة لكي كل شركة تؤكد أو تعمل فاليديشن لكل عملية يعني غدا عندما أنت ستريد أن تحول المال من خلال أو الليبرا على حاليا 21 شريك بعد انسحاب سبع شركاء ويقول زوكربيرغ أنه يرغب بأن يكون هناك مئة شريك مقبل في الأعوام المقبلة بعد إطلاق عملة الليبرا فإذن كل شريك من هذه الشركاء هو نقطة أو نود لتأكيد وتأكيد العمليات المالية وسيكون هناك مراقبة يعني في حال الشركات تقول أن هناك مشكلة مع التحويل سيوقف التحويل يعني في عندك عمليات تحويل بقيمة معينة إلى آخر يعني عمليات الطبيط تكون أما بمبالغ متوسطة أو مبالغ كبيرة مرتفعة مرتفعة نعم ولكن ليس هناك من تأكيد أن لن يكون هناك عمليات طبيضة أو حتى الفساد نعم مارك زوكربرغ سيدلي بشهادة كمان أكمن يوم بالثالث والعشرين من أكتوبر نعم تشين الأول في مجلس النواب الأمريكي لخدمات المالية تعرفي خبر انسحاب الشركات التي برضو كمان ذكرت به قبل قليل الشركات العملاقة والكلاسيكية ولكن بقيت شركات عملاقة أخرى صحيح في الشراكة ليس هناك من مشكلة بالنسبة لي يبدو أن هناك جيل جديد من الشركات هذا الجيل الذي يسيطر على الحركات المالية مثل جيل جديد مثل أوبر مثل سبوتيفاي أوبر وسبوتيفاي وليفت ما زالوا في الشراكة صحيح هل هذا يعني أن هناك ربما عقليات بيزنس جديدة تتخلق الآن مع هذه الشركات طبعا ار بيان بي أوبر سبوتيفاي نعم 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 يعني إذا أردنا التحليل بشكل اجتماعي نعم لأن المؤسسي هذه الشركات هم بعمر زكوربرغ ويفكرون في نفس العقلية ويعرفون جيدا كيف تؤكل الكتف أخيرا هل باعتقادك نحن مقبلون على واقع اقتصادي جديد مثلا مع اللاعبين الكبار يعني إذا بدك الرأي الشخصي أنا صراحة ما بتمنى أبدا خروج الليبرا أنا على صعيد شخصي وهي ده موقف شخصي متطرف أنت مع هذه العملة الرقمية ألا أبدا لست مع لست أبدا مع العملة الرقمية هذه ليش لأنه هناك يعني دايما في عندي هم الهم الخصوصي هم يعني هنا عندنا فيسبوك بيعرف إلا أنت شو عم نعمل شو عم ننشر ورحين واجهين إلى آخر يعني هون بده يوصل إلى أقدس الأقدس بالنسبة للبشرية اللي هي حياته الاقتصادية فهون في بعض شيء غير واضح هل هو فعلا هدف الخدمة أم أنه فعلا الهدف السيطرة على اقتصادات المستهلك مش رح أقول على اقتصادات الدول لأنه صعبة ولكن هاي دي شيء أول مرة بالتاريخ البشرية منشوفه أنه شركة تكنولوجية فيها تقول عم بتسق العملة لأنه العملة ليست هل ستكون عملة مركزية من جهة وبعدين نفكر شو رح يكون تأثيرة على اقتصادات العالم خاصة العالم الثالث يلي ما عنده اقتصاد قوي أنه العالم حتى تهرب من قصة عملتها الضعيفة بدأت رح تتعامل بالليبرا فتخيل تخيل شو معقول تصير باقتصادات الدول الصغيرة وبظل كتقول لي دي ما تخاف من التكنولوجيا هاي هوني ما قالوا علاقة بالتكنولوجيا البلوكشين وجدت قبل ما ينوجد فيسبوك مش قبل ما ينوجد فيسبوك ولكن قبل ما يفكر فيها أنه نوجد في 2008 وفيسبوك من سنة 2004 ولكن الفرق أنه التكنولوجية العملة المشفرة كانت وجدت لحتى الإنسان يتفلت من تحكم مثلا الشركات الكبرى والمصارف الكبرى هاي بتبادل الأموال ولكن هلأ تقنية البلوكشين تستخدم بأمور كتيري مش بس بالعمليات المالية ولكن فيسبوك أخذ هالتقنية هيدو وعمل برمجية خاصة لحتى يعمل هالبلوكشين الخاصة بعملة الليبرا يلي هي أنك يسيطر على كل المفاصل يعني من إذا بدك نقول نحنا كنا نقول تعدين أو تنجيم العملة ولكن هون رح تروح تشتريعنت إلى عملية الاستهلاك والشراء والسيطرة والسيطرة يعني تخيل كل هالمراحل هيدة أنه رح يعرف شو عم تشتريع شو عم تاكل شو عم تشرب لمين عم تبعط مصاري لمين عم بتتوجه طلبات أو تاخد مصاري إلى آخر يعني يعني في إلا إذا بدك تأثير جانبي لازم الناس تفكر فيه قبل ما تحط راسها وتنزل بالليبرا مثل ما قلتلك ما قلع علاقة فقط بأنه هيدة التكنولوجيا هيدة التكنولوجيا موجودة ولكن زوج رباك رح يستخدمها لحتى يعمل هو مصالحه أو مصلحته بمنتج جديد لحتى لأنه بتعرف أنه اليوم وهيد دايما خلينا نفكر فيه أنه فيسبوك ولد بفترة معينة وتطور وتطور ووزع خدماته ولكن المهنة الرئيسية هي استخدام بيانات الناس لا يبيع أعلانات استخدام بيانات الناس لا يبيع أعلانات هالناس بلش تهجور فيسبوك طب كيف أنا بدي أطلق الشركة كيف بدي أرجع استثمر وعيد استثمار ورسملة هالشركة هايدي لازم فكر بمشاريع جديدة جديدة وهي من ضمن المشاريع الجديدة بفكر فيها بجانب الذكاء الاصطناعي وإلى آخر بجانب أشياء كتير نيلة صليبي شكرا جزيلا شكرا أهلا فيك شكرا